عشرف حاكم ولاية السلامات الجنرال أبد الله إبراحيم صيام على مناسبة توزيع المعدات الزراعية للمنتجين الزراعيين بالولاية والمقدمة من قبل الحكومة عبر الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية مسؤول الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية بكل من البطحة وقراء والسلامات الشيخ محمد جمر أكد خلال مداخلته بأن الحكومة ستقف دائما إلى جانب المنتجين الزراعيين من أجل إنتاج زراعي وافر الشات رغم تواجد الأراضي الزراعية الخصبة تواجد المياه إلا أن العمليات الزراعية معتمدة أكثر للمناخ نشكر الدولة ونخص بالذكر لصاحب الفخامة رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي إدنو الذي أعطى أولوية للأنادير على أساس بتطأم المنتجين بدوره حاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام عزز ما تقوم به وزارة الزراع عبر الوكالة الوطنية للتنمية الريفية كما طلب من المستفيدين استقلال هذه المعدات في مجالها الأساسي موسيقى المستفيدون بدورهم شكروا الحكومة عبر وزارة الزراعية على دعمهم المستمر من أجل التنمية الزراعية بالولاية كما أكدوا في الوقت نفسه بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية في العمل الزراعي من أجل المصلحة العامة